هذا الفيديو ليس من أجل إعطائك صورة سلبية عن كندا أو تكريهك في كندا لكن الهدف من هذا الفيديو هو إعطائك الحقائق التي ستساعدك على أخذ القرار الصحيح من أجل الهجرة والسفر إلى كندا بدون أن تصدم هنا طبعا الحقائق التي سأعطيها لك في هذا الفيديو ليست فكرة سلبية شخصية بالنسبة لي لكن هي حقائق مشتركة بين العديد من المهاجرين مهما كانت جنسيتهم أو ثقافتهم أو بلادهم أو حتى دينهم يعني هي مشاكل مشتركة بين العديد من المهاجرين الجدد في كندا التي يجدونها عندما يصلوا إلى كندا لذلك قررت بأن أشارك معك هذه الحقائق لتأخذ فكرة وتتمكن من أخذ القرار الصحيح الذي سيساعدك في بناء حياتك ومستقبلك بالشكل الصحيح مرحبا أصدقائي معكم كوتر في فيديو جديد إذا كانت هذه أول مرة بالقناة لا تنسوا الاشتراك تفعيل زر الجرس يمكنكم متابعتي على انستغرام سأدع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو فلنبدأ الفيديو وأول نقطة هي العمل معروف أن كندا هي من أكثر الدول طلبا للعمال وتتوفر بها الكثير من الوظائف الشاغرة بالعديد من المجالات لكن المشكلة هنا هي العمل بغير المجال بحيث ينصدم العديد من المهاجرين وخصوصا ذوء الشهادات العليا بصعوبة أو عدم وجود وظائف بنفس مجالهم كالأطباء مثلا أو المدرسين إلى آخره بالرغم من توفر الشخص على شهادة وتجربة عمل طويلة لأمد إلا أنه لا يدمن الحصول على وظيفة ويدطر معظم الأشخاص للاشتغال بمجالات مختلفة من أجل دفع فواتير العيش الشهرية وقد يدوم الاشتغال بمجالات مغيرة لأشهر أو في بعض الأحيان لسنوات طويلة إلى حين أن يتمكن الشخص من معادلة شهادته أو إعادة الدراسة من جديد الدرائب أو المعيشة في كندا تفرد كندا معدل درائب عالي جدا يصل إلى 15% ويتم خصم الدرائب من الراتب الشهري بالإضافة إلى أن كل المنتوجات تقريبا والخدمات تفرد عليها درائب بدورها فإذا كنت الشخص مقبل على الهجرة فيجب أن تأخذ بعين الاعتبار ميزانية الدرائب الإضافية لكي لا تنصدم حين وصولك هنا وبالإضافة إلى ذلك فإن كندا تعتبر من بين أغلى الدول في العالم من حيث المعيشة فالأسعار هنا مرتفعة جدا حيث يصل متوسط مصروف الفرد السنوي بدون إيجار إلى 14 ألف دولار كندي سنويا المناخ القاسي في كندا عندما نتحدث عن الطقس في كندا لا يمكننا استخدام بعض الكلمات مثل بارد ولا داع عندما نقول أن الجو بارد فإننا نعني برد شديد حقا في فصل الشتاء فما يمكن أن يعرفه من يفكر في الهجرة إلى كندا أن مناخ دولة كندا يمتاز بالقصاوة من حيث شدت البروضة لدرجة عالية مع سقيع بشكل دائم هذا الأمر قد يصعب من طبيعة الحياة في كندا في حين أن هذا المناخ القاسي قد لا يتنسب مع الكثير من الأفراد الذين لا تستحمل أجسامهم شدة البروضة وهذا الجانب يعد من أهم مشاكل الهجرة إلى كندا خصوصا للأشخاص القادمين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا الرعاية الصحية كندا لديها واحدة من أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم وليس هناك ندر من الأطباء والمرافق الطبية والممارسين أو الموارد ومع ذلك وهناك دائما المزيد من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام تظهر مشكلة تسبب الإزعاج للكثير من المواطنين وهي أوقات الانتظار الطويلة جدا كما أن حالات الطوارئ تكون للإصابات الخطيرة التي تحتاج إلى جراحة طارئة فلابد أن يكون لديك جرح كبير أو نزيف ظاهر ليتم إصعافه بسرعة مما يجعل الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية غير طارئة ينتظرون وقتا طويلا حقا وهذا يمكن أن يكون محبطا ويمكن أن يجعل في الواقع الحالات الصحية الغير طارئة تتدهور وتسوء بسبب التأخير والإهمال وعلى الرغم من أن الرعاية الصحية في كندا هي مجانية إلا أن هناك بعض الخدمات التي يتكفل بها المريض بنفسه ولا يجتمل التأمين الصحي عليها مثل علاج الأسنان، الأدوية، الإسعاف، كشف النظر، وغسيل الأدنين مساحة كندا فقد تجد أن البلد مساحته شاسعة جدا وهناك مسافات واسعة ما بين المناطق داخل الدولة حيث أن أمر الانتقال من منطقة لأخرى داخل دولة كندا يعد من أصعب الأشياء التي تصعب طبيعة الحياة في كندا إذ يستغرق المسافر والمهاجر ساعات طويلة ذات تكاليف باهظة جدا حتى يصل لوجاته فمثلا إذا كنت تعيش بمدينة مونتريل وترغب في زيارة أقاربك وعائلتك في مدينة فانكوفر فسيستغرق منك الأمر 8 ساعات بالطائرة ولكم أن تتخيلوا ثمن التذكرة الباهظ جدا العادات والتقاليد في كندا رغم أن المجتمع الكندي قد يكون من أكثر المجتمعات تقبلا للمهاجرين في العالم إلا أن أي مهاجر قد يواجه صدمة حضارية كبيرة بسبب اختلاف العادات والتقاليد بل إن الأزمة الأكبر ربما تكون في تنوع العادات والتقاليد وذلك بسبب التنوع الكبير للمهاجرين المتواجدين في كندا من جميع أنحاء العالم ولهذه الأسباب قد يلجأ العديد من المهاجرين في البداية إلى العيش في تجمعات عرقية في بعض المتجمعات من أجل تقليل صدمة الاغتراب كما تشتهر كندا بوجود العديد من المدارس الدينية والتي قد يحرص العديد على إلحق أولادهم بإحداها من أجل الحفاظ على تنشئتهم بطريقة دينية انخفاض قيمة الدولار الكندي تاريخيا كان الدولار الكندي دائما تحت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية كانت قيمة الدولار الكندي تساوي حوالي 0.9 دولار أمريكي واحد في الولايات المتحدة الأمريكية هذا لا يعني أن الأموال الكندية ليس لها قيمة إلا أن هذا يجعل بعض العناصر التي تقوم الحكومة الكندية باستيرادها أكثر تكلفة وهذا أحد عيوب الهجرة إلى كندا لذا إذا كنت تفكر في العيش في كندا تأكد من مراجعة أسعار الصرف قبل الذهاب خصوصا في أيام العطلات أصدقائي أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم هذا الفيديو كما سبق وذكرت في بداية الفيديو أن الهدف هو ليس تكريهكم في كندا لكن إعطائكم فكرة عن الواقع أو أقرب إلى واقع كندا لتكون لديكم فكرة حقيقية عن كندا وعن رغبتكم في الهجرة إلى كندا وأتمنى التوفيق للجميع في مشاريعي سواء الهجرة أو مشاريع أخرى أصدقائي سأدع لكم رابط أنستغرام أسفل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وأراكم في فيديو مقبل إن شاء الله باي باي اشتركوا في القناة